الدكتور علي الشيداني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات في وزارة النقل من عمان شكرا لك اسمحي لي في البداية ان اهنئا سدايا على النجاح في عقد هذه الفعلية الرائعة القمة العالمية الثالثة لذكال الصناعي اعتقد انهم برعوا في تنظيمها الحكومة العمانية نفذت وتنفذ اجندة طموحة لذكاء الرقمي للاقتصاد الرقمي وفي قلبها الذكاء الصناعي حيث اعلن لأول مرة عن استراتيجية الذكاء الصناعي منذ سنتين وتركز على الاربع الجانب الرئيسية اولا هو تسريع القطاعات الاقتصادية باستخدام الذكاء الصناعي جميعنا نعرف ان الذكاء الصناعي يمكنه ان يساعد في تحسين الانتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل التكلفة اذا كيف يمكنه استخدام الذكاء الصناعي لتسريع القطاعات الاقتصادية لمساعدة على تنويع الاقتصاد الركيزة الثانية هي تسريع القطاعات تطوير القطاعات مثل الصحة والتعليم كيف يمكنه استخدام الذكاء الصناعي لتحسين هذه القطاعات الاساسية التي تتغير بشكل مستمر وتطور بمرور الازمان الركيزة الثالثة هي تمهير والتعليم وتنمية الشركات الناشئة كيف نجهز الجيل القادم لثورة الذكاء الصناعي والنقطة الرابعة وركيزة الرابعة هي ان ذكاء الصناعي ان يتم من خلال المنهجية تركز على البشر وكيف يمكن لتطوير ذكاء الصناعي بطريقة قابلة للتفسير وان تكون مركزة اكثر على البشر وعلى الانسان وان تكون مفيدة للعرق البشري كل هذه الركيزة الاربعة هي جزء من استراتيجية عمان للذكاء الصناعي وقد وضعنا عدة مستهدفات اردنا ان نحققها وهي زيادة الاستثمارات في الذكاء الصناعي زيادة عدد الشركات الناشئة في الذكاء الصناعي وزيادة المخرجات الاقتصادية في الذكاء الصناعي عندما يتعلق الامر بتشريع الذكاء الصناعي فان عمان لديها منهجية متوازنة بين ابتكارات الذكاء الصناعي وتنظيماته وتميل اكثر الى التمكين وتمرير الطليق للامام لابتكارات الذكاء الصناعي واول سياسة لاخلاقية الذكاء الصناعي نشرت في عام 2021 وهناك نسخة ثانية منها سيتم نشرها هذه السنة لكن بهذا الوقت تقريبا نشارنا مشورة عامة لنحصل على التغذية الراجعة من المجتمع المحلي ليساعدنا في تحسين سياساتنا كما أننا نعمل كذلك بعمل دؤوب مع الجماعات لوضع هذه السياسات لدينا اثناثان من الجماعات المتقدمة في عمل لدينا كذلك جماعة التقنية والعلوم التطبيقية جميعهم لديهم مراكز بحثية في اخلاقية الذكاء الصناعي نتيجة لليونسكو وايسسكو وأخيرا هناك مشاريع واعدة دائرة حاليا وهناك مركز الذكاء الصناعي لتطبيقات الذكاء الصناعي مركز تميز وكذلك نماذج اللغة الكبرى وكذلك الذكاء الصناعي التوليدي وجذب مراكز اللغات المتخصصة في هذا الأمر كل هذه الجهود وضعت معا لنا لكي نستفيد من هذا التوجه توجه ذكاء الصناعي ونفيد الاقتصاد ككل شكرا جزيلا صحبا